لا شك مشاهدينا أن الجندي السوري أصبح رمز أصبح لوحة ومعزوفة وقصيدة أصبح أجمل تعبير يمكن أنه قديمه لذلك هناك الكثير من الفنانين جسدوا صورة الجندي السوري بمواقف كثيرة وقفة عز عنوان نصب تذكاري للشهداء قام بنحته الفنان التشكيلي النحات ممدوح محمد اللي هو معنا بالاستوديو اليوم لا يحكي عن قصة هذه المنحوطة أهلا وسهلا فيك أستاذ ممدوح كل عام وأنتو بخير سلامي وجيشنا وقائدنا بلفك إن شاء الله يسعد أوقاتك أستاذ ممدوح بداية ناخد فكرة عن قصة المنحوطة وقفة عز وكيف هذه المنحوطة يعني كيف جسدتها وكيف أو أيضا نحن نعرف أنه هي الآن هي نصب في قريتك قريتك عين الشرقية عين الشرقية عين الشرقية نعم 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 يعني السؤال أنه كيف ممكن يخلد الفن بطولات بطولات بواسل جيش العربي السوري أكيد طبعا الفن يوجد بطولات بواسل جيش العربي السوري نعم في عنا نحن طبعا تلاحظة جيش العربي السوري يقوم بأدام ويقوم بعملية تحرير ودحر الإرهاق فالفنان التشكيلي طبعا عنده رؤية في تمجيد هذه اللحظات والفن عنه نحن طبعا هو تمجيد اللحظة مباشرة فن تجيز اللحظة اللحظة من حوتي في أرض معركة جندي عمي قاتل هذا الجندي عنده هدف هدف الشهادة أول نصف فهون الجندي زميل أصيب فالجندي الزميل مباشرة حطته على إيده بالإسعار فهون استجل على إيده حضنا الشهادة هو والجندي الثاني طبعا سوف النظر طبعا نحن الجندي علي السوري عنده عقيدة عنده نظرة مستقبلي استقراء يستحضر الماضي ويستقرى المستقبل فما عنده حقد أبدا ولا عنده أبدا سأر فتلاحظة بمنامح الجندي بالمنحوطة نظرته نظرة إنسان سوري ينشر السلام ما عنده حقد نظرته تجاه الرسالة عمي قدية زميله يستشهد نظرة استقبلية سلام فقط ما عنده استقبل ولا عنده أبدا أي حقد فأكيد هو حتمية الاستقبل طبعا حتمية النصر نعم نحن ياريت زملاء نشوف سورة المنحوطة اللي هي لحظة حقيقية عم يعيشها اليوم الجندي السوري بأرض المعارك إنه فعلا عم بيحضن صديقه وفيق سلاحه يعني مثل ما بيقولوا بهاي اللحظة أنت يعني رسمت هاي اللحظة خلدت وقفة عز سميتها يعني هي قصة حقيقية قصة حقيقية هي أرض معركة هي أرض معركة نظامية طبعا بكافة قواتنا مسلحة فأي جندي عمي ينشر عقيدته هو ما عم يقاتل حتى والله يحتل أو يجم أو عم يقاتل هو حتى يحرر وطن وحرر إنسانيته قضية القضية قضية إنسان إنسان سوري إنسان سوري ينشر السلام وينشر المحبة ينشر طبعا نشر المقاتل الجسوية بالرصاصة ينشرها بسلام وكانها كابسوية الدواء فقط ليست هي حقد أو سارة تاريخنا مشرف بالرصاصة وإنسان سوري كان جيش وكان مثقاف طبعا جندي سوري مثقاف جدا ثقافتنا نشرها بكافة الدول العالم نعم هلأ كنا عم نحكي مع ديوفنا عن هذا الجيش العقائدي اللي بنتلك هاي الثقافة واللي هي من ميزاته يعني فرحل لما سألنا إنه شو بيميز جيشنا العربي السوري هاي أحد أهم ميزاته وهي الثقافة وهذا الفكر العقائدي طبعا هاي العقيدة اللي تربان عليها نحنا السوريين ومجدناها طبعا وراسخناها بأيام القائد الحفظ أسراد حتى الآن عمشي الجندي السوري بمسيرة القائد بشار حفظ أسراد إنه نحنا ناس إنسانيين ننشر الحضارات والفن اللي دور كبير بتلسيد اللي حمت الشعب والجيش والقائد بهالأزمة هاي طب هي حتي بيت انتصار والدليل عن ذلك إنه دائما جندي نحنا في عالنا مقاتلين مقاتلوا بالجبهات الناس عاديين وطبعا تصفروا بمقامات ألوية حتى موجود يعني بمجموعات قتالية وعمل فيها شهداء وفيها وفيهم الدكتور وفيهم طبيب وفيهم إنسان عادي وفيهم كهذه الفنان أنا كفنان طلعت كذا مرة الجبهات حتى أخذوا لقطات حقيقية حتى جسد اللحظة هاي اللحظات تطيري جميلة طبعا وجماليتنا إنه أنت بتأشي الحالي فالحالي واجبنا نحنا نجسد الحالي باللحظة المماثلة وهذا اللي كنا عم نحكي لبابا كانوا مع ضيوفنا وكننا سألنا أنه تلاحم الجيش مع الشعب اللي بالنهاية بده يؤدي حقيقة إلى انتصار يعني هذا التلاحم خاصة وقفة الشعب مع جنود الجيش العربي السوري يعني كل شخص وقف حسب يعني مهندو رحنا شفنا الشاعر نعم بلش بتنظيم القصائد شفنا المطرب كيف بالأغاني الوطنية اللي دائما بتطعت حقيقة عندما نسمع أغنية وطنية روح الحماس أيضا بتأدي للانتصار يعني كل فرد سوريا حقيقة هو كان مشارك ومعبر في هذه التعبير طبعا هذا هو واجب وطني كل إنسان سوري واجب وطني نحن عندنا فردنا الفنان ما بس فقط عبارة عن لوحة استقراطية أو ترفيهية كمان عندنا إلا دور كبير بتجسيد الحي الواقعية هون بدي أسألك أنه دور الفنان بتوظيف الأفكار والقيام وخاصة يعني القيم الوطنية ونحن اليوم بواحد آب عيد الجيش العربي السوري كما قلت الفنان إنسان واقعي ما في بعيش بالماضي بمستقبل الدائم فممكن الفنان يستقرأ المستقبل لأنه يستحضر من الماضي قليل يكون واقعي جدا أنا كفنان فردنا أول كنحات ممكن أنا في أوقات ملحوطة تعبر عن فرضان عن الأم، عن الواقع، عن الإنسان، عن الغزال لكن هناك وضع عام الجيش العربي السوري يقوم بتحرير ويقوم بتطهير فكواجب كفنان لازم استخدم أدوات عملي أنا كفنان في تجسيد هذه اللحظة وبتقويم عمل الجيش العربي السوري وشان نحن الرصاصة بدأ بلازمة ثقافية وشان كما نحميها كأعلمية نحن كنا عم نحكي عن هذا البعد والأهم استاذ مندوحة بتجربتك بمنحوتك هاي واقفة تعز إنك حطيت هذا النصب بقريتك نحن كنا عم نحكي إنه تاريخنا بدي يسجل فنحن تاريخنا مو بس عبر الورق تاريخنا بمنحوتة بقصيدة بأغنية طبعا برواية بأدب يعني أنت اليوم خلدت هاي هاي الوقفة العز بقريتك قد يتعلموا أبناء القرية الأجيال الجديدة لما بتشوف هاي المنحوتة تقول شو قصة وينحكى فمعناها أنت عب تحكي عن تاريخ جيشك عن وقفة عز طبعا هاي تاريخنا وهذا تراسنا تراسنا بلاحظة الجنة العربة السورية ملامحة سورية طبعا نحن أكد الفنانينا وزملائنا دائما أي منحوتة أو أي لوحة أو أي قصيدة أو أي أغنية بتحبر عن أعصالتنا نحن طبعا الجنة العربة السورية الإنسان سويقي إنه ملامحة الحقيقية لاحظة ملامحة ملامحة الحنطية الوجه المدورة لوحته الشمس والسمر والزنود والسمر فهذا الإنسان نحن نطلح كفنانين هو السوري يعني مواطن السوري لا ممكن أنا أعمل لوحة يشبه شخص من شرق آسيا أو من منطقة تانية يمكن أن يكون إنسان السوري الحقيقي في اللحظة نرى ملامحة كعضلة مثلا نفرض عنا العين نظرة العين المستقبلية تلاحظي بنظرته أنه تكتير مركز عن النظرة هاي رسالتك بالمنحول هاي رسالتي الشهيد عم حضنه الشهادة هو حضن الشهادة حضنه الشهادة ما عنده سر عنده استقراء النصر بدون الشهادة ما في نصر هلا النحات هو إبداعه بالنظرة طبعا هي صعبة على فكرة إنه كتير مركبة إنه جندي حامل جندي عم يستشهد يعني قدي هي صعبة كمان مركبة هي حركة في تشكيل لازم يكون طبعا حتى الشهيد هاد إيديا على رسالة أمي لا تحزني إني بجوار رب العالمين وإنك لو تعلمين استعذبت الموتى لتحيوا سالمين طبعا هي رسالة للجميع والجندي طبعا نظرت النصر الاستقراء معنا نحن واحد بيستشهد بيعصيب وبداية وبكذا عم نشوف اللبابة فعلا شوفين الكريم هي النظرة فعلا نظرة مستقبلية نظرة نصر السوري الأصيل اللي يعمل شوي سلام ومحبة طبعا نحن كمان استشهدنا من أقوال قائد بشار أساد دائما إنه شبهن للإرهاب الجراسي نعم وتلاحظي إنه يعني هذا في خلفه سوريح أصيلي عنده الرصاصة عبارة كبسود الدواء ما فيه هنا عنا هادم حتى المصالحة بشوفي العميقاتين عم يجعن هنا عم نشفين جديد تحطي إنسان سوري صحيح نعم ما نقول حتى عنا كن إنسان سوريين ينغروا بشخصيات خارج الوطن أتلخلوا اليوم هالمنحوطة بقريتك؟ جميلة جدا طبعا طبعا نشاركوا فيها أهل القرية طبعا طبعا نحكي كيف اشتغلتوا أنتوا أهل القرية ساهم أهل القرية طبعا كلاهات الجيش أبناء الوطن من أبناء الشعب كلما من أبناء فلاح يبن معلّب المدرّس يبن ضابط كامل من نفس المؤسسة التمجيدون دائما بتحسي الفن بأعصالة سورية فشاركوا وطرحوا طبعا رئيس البلدة مشكور جدا ساهم وأهل القرية طبعا بأعمال شعبي نحن نعمل نصب تسكاري يخلد بطولاتنا من خلال قريته وطرح للآخرين لأيش لأنه ابن القرية عم يقاتل كمان بحسكي عم يقاتل بدرعان عم يقاتل عم يطهر بالمالطة كافة سورية بصدر فساهموا بإنشاؤه نعم وبيجمع الكافة المساعدة لإنجازة العمال طبعا قاموا حفل كامل وتكلم الشهداء بنفس المراسبة وعملوا كمان براما بملكة الثقافية كمان كان جميل جدا سوريا بورد التاريخ انه جميل جدا البنوراما كمان أهل القرية ساعدوا بإنشاء وكان هنا الأساس يعني طبعا أنا فنان بنتريك أدوات عملي حيواء وجسد اللحظات وأقرأ من العيون نحن نتمنى الحقيقة بكل قرية في شهداء بكل قرية في فنانين انه في مبدعين انه نحن اليوم هذا التاريخ نسجله عبر الفن والإبداع لأن أكيد هو خالد خالد بطولات جيشنا العربي السوري وبأيضا إبداعات فنانينا اللي هي اليوم أكبر ملهم إلو هي بطولات هذا الجيش على الأرض نحن نتشكرك وبارك الله بجهودك الله يبارك وتحياتنا لك أهالي قرية عين الشرقية ولكل حقيقة أهلنا بريف اللاذقية اللي كمان يقدموا إبداعات ويقدموا تضحيات نتمنى أنه يعني حقيقة تكون يعني هيدا خطوة يعني يغطية كل الفنانين اللي بيمتلكوا هذا الحس يعني حقيقة أنه هذا الفن يبادروا والله حقيقة يبادروا القيادة السياسية أعطونا أخذنا امتياز بإنشاء نصب تسكرية طبعا من الخران الشرقية نقدم بمحافظة لازقية بعض نصب تسكرية جميلة جدا سنرى لاحقا كمان تمجيد بطولاتنا والأم من ضمن بطولات العربية السورية نعم شكرا إليك استاذ